وبعد التحري والمتابعة ضبطت الجهات المختصة نحو 1600 قطعة نقدية اثرية تعود الى العصر الروماني وكسر فخارية تعود للعهد البيزنطي كانت هذه النقود مدفونة في مزرعة في جبل شاغر تشكل الاثار القيمة الحضارية والتاريخية لكل بلد والاثار السورية بمكنوناتها وتنوعها الكبير حالة متميزة لبلد غني باثاره وفي اطار متابعة الجهات المختصة واهتمامها بمقتنياتنا الاثارية تم اكتشاف 1600 قطعة نقدية رومانية وكسر فخارية تعود للعهد الروماني في جبل الشاعر في مدينة تدمر حيث تم تسليمها الى دائرة اثار حمص لمعرفة قيمتها الاثارية في منطقة اسمها محطة بئر شاعر تبعد عن تدمر بحدود السبعة واربين كيلو متر الشمال الغرب تدمر هذه هي منطقة بئر شاعر هذه هي تدمر اسلاء التحصين لتأمين حراسي جيدة لمنطقة البئر اتصل احد الضباط اعلمنا باسناء الحفر بوجود بقايا فخار على الارض وقطع نقدي قديمي طلبنا منه جمع القطع النقدي والمحافظة عليها توجهنا للموقع منطقة التيفور الكاشف على بعض القطع النقدي تم العصور عليها اثناء العمل في المنطقة بالاطلاع على القطع كان عددها حوالي 1600 قطع 1600 و7 قطع هذه القطع الكتابات عليها تمثل نمازج لقطع روماني طبعا هذا العدد الكبير بحاجة الى للبت باسريته او ماهية القطع او الكتابات قراءة كتابات بالشكل بحاجة لدراسة كل قطع على حدة لذلك نحنا قمنا بالاقتراح بتسليم القطع الى المديري العامي اللي يقوم مختصين بالدراسة النقود لدراسة هذه القطع وتقدير قيمته الاسري وتقدير كل قطعة القراءة المكتوبة عليها او الرسومات الموجودة عليها وعداد تقارير علمية بهذا الخصوص تبقى الاثار السورية من اعرق واقدم الحضارات الانسانية الضاربة جثورها في التاريخ